اشتركوا في القناة من المعلوم ان سوق المركبات المحلية قد شهد عدة اضطرابات منذ ما يفوق ثلاثة سنوات اين انقطع التزويد بهذه السلعة منذ سنة 2019 ما خلق ندرة في توفيرها وذلك راجع الى عدة اسباب معروفة كما ان حجم السوق الوطني للمركبات يجعل منه محط انظار المصنعين الدوليين من اجل تسويق مركباتهم فمن الضروري استغلال هذا الاهتمام بالسوق الوطنية من اجل اقامة صناعة محلية كمقابل لتسويق هذه المركبات صحيح انه قد تم تبني استراتيجية من اجل النهوض بهذه الصناعة والتي كانت تقوم على الانطلاق في التركيب المحلي كبداية على ان ترفع نسبة الادماج في المدى المتوسط قبل التوجه نحو التصنيع الحقيقي في المدى الطويل لكن هذه الطريقة لم تكن ناجعة كون التركيب يستلزم مبالغ طائلة من العملة الصعبة لاستيراد الازاء التركيبية خاصة ان ذلك التزامن مع تهاوي اسعار المحلوقات التي تمثل اهم مصدر لعملة الصعبة لبلادنا كما ان تهافت كل وكلاء المركبات السابقين على هذا النشاط جعل الاستمرار فيه غير ممكن ولا تتحمله الخزينة العمومية بعد ان اثبتت تجربة تركيب السيارات عدم نجاعتها وامام سوق يحظى باهتمام كبار مصنعي المركبات فان الفرصة متاحة من اجل الدفع بصناعة المركبات محلي مقابل الحصول على السوق المحلية فالشرط الرئيسي هو الاستثمار الفعلي في هذه الشعبة الصناعية وادماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل هؤلاء المصنعين اي ان اعادة بعض صناعة المركبات يكون عن طريق الدفع بالمصنعين العالمين باقامة استثمارات اجنبية مباشرة خلاقة للثورة محليا عن طريق توفير كل ما يلزم لذلك بعيدا عن التعقيدات الادارية تجسيدا لذلك يعكف قطاعنا الوزاري على رسم وتنفيذ الاستراتيجية المثلة لتحقيق هذه الاهداف والتي تتمثل في خلق الثروة والقيمة المضافة عن طريق استغلال الاسواق المهمة كسوق السيارات من خلال تمويلها بصناعة محلية حقيقية تسمح بتشغيل الالاف من شبابنا وخلق سلسلة قيمة تساهم في التنمية الاقتصادية لبلادنا وفي هذا الاطار فقد تم التشاور مع عدة مصنعين عالميين المهتمين بالاستثمار في الجزائر في مجال تصنيع السيارات حيث تعمل الوزارة عن تأطير هذا النشاط مما يسمح باختيار افضل العروض بطريقة شفافة وحيادية التي من شأنها خدمة مصالح اقتصادنا من جهة وحماية مصالح المستثمر من جهة اخرى وفي الاخير ما تنساش عزيزي المشاهد تقول لنا وش هو رأيك في تصريح وزير الصناعة احمد زغدار سلام